تمثل الحوالات المالية من الخارج أحد الركائز الرئيسية الاقتصاد اليمنية والمعين النابض للنقد الأجنبي في البلاد ويبدو أن ذلك المعين في طريقه إلى النظوب خصوصا بعد تعليق شركة وسترين يونيون لتحويل الأموال إلى اليمن قرار الشركة الأكثر تداولا وتعاملا مع التحويلات المالية يأتي لأول مرة بالتزامن مع صدور قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التحويلات المالية إلى اليمن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثين كيانا إرهابيا عالميا بشكل خاص حيث التنفيذ الجمعة الماضية خبراء ماليون توقعوا أن تتخذ شركات تحويل الأموال الدولية مثل مونيجرام وغيرها إجراءات مشابهة بخصوص تحويل الأموال إلى اليمن وبحسب الخبراء فإن هذه القيوز تضاعف بشكل عام الأضرار على العملة الوطنية والاقتصاد اليمنية المنهكة أصلا بفعل الحرب الممتدة منذ تسع سنوات كما سيتظر المستفيدون الذين يستلمون ويرسلون حوالات مالية داخل وخارج الجمهورية من قرار التعليق وتمثل حوالات المغتربين أحد أسباب انتعاش الاقتصاد اليمني والأغلبية من الأسر اليمنية التي تعتاش عليها الخبراء عبروا عن خشية من يتسبب توقف التحويلات المالية من الخارج في مزيد من الانهيار للعملة الوطنية أمام العملة الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي والريال السعودي الذي قد يقفزان إلى مستوية أعلى مما هي عليه الآن حتى مع وصول الدفعة الثانية من الملحة السعودية البالغ 250 مليون دولار لدعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة الشرعية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن الخبراء أشاروا أيضا أن هذا الإجراء سيلحق الضرر بعائلات المغتربين خصوصا في أوروبا وأمريكا وأفريقيا والسعودية وغيرها من دول المهجرة حيث سيضطر المغتربون إلى اتباع طرق أخرى بديلا لتحويل الأموال مما سيجعلهم أرضة للابتزاز والاحتيال أو اللجوء للتحويل عبر طرف ثالث وسيد والذي بدورهم سيتربحون من الأزمة على حساب المستفيدين داخل اليمن وكانت الحكومة الأمريكية علنت أنها ستعمل على تجنيب الشعب اليمني من تبعات قرارها بتصنيف الحوثين كيان إرهابي عالميا بشكل خاص